السلام عليكم كديرين لبس عليكم اتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله اليوم هنحضر معكم مقارنية جارية بقشوش ديال التجاج والخضرة هنحتاج ليها بصلاء محقوكة في الفلا مقطع طريفات صغر خيزو مقطع مكعابات معي طريقة كبيرة مركز الطماطم جوج صوص ديال التومة شوية ديال القز بورو معدنوس نصف كاز ديال الزيت الرومية بس ما طيشة محقوكة وقشوش ديال التجاج نسلقتهم في الخل والحامض عندي سكين جبير ليبزار لخرقون بلدي شوية الزعفران والملحة وخمسمائة جرام ديال هاد المقارنية هادي نبدو على بركة الله هنديل البصلاء تشحر مع مطيشة ونزيد لها الزيت وقصبورو معدنوس تومة جوج صوص ديال تومة ولا تلاتة معلقة كبيرة مركز الطماطم وهدي ندير التوابي نضيف لها التوابيل بعد ما كاتشحر لي هاد الخالط غادي نضيف لي الماء يكون بكترة درت اطرو وزيادة فين غادي يطيب فين غادي يطيب نضيف لنا ديك المعجانات ديك المقارنية باش جينا جارية انا درت اطرو وشوية الاحساب خمسمائة قرام من سكيلو ديال من سكيلو ديال المقارنية ضفت لها خيزو ودوك القشاوج ديالتجاج ومكلكم تديروا انتو ما الكفتا واللالدان اللي متوفر عندكم انا اللي متوفر عندي هو باش كن نخدم صافي مبعد ما طابت ليه الخالط كنزيد واحد ضماء ديالتجاج وغنزيد شوية ديال الملحة حيط المقارنية باش مجيكمش مسوسة ونضيف الملحة والمقارنية راني غسلتها ضروري تغسلو هاد المجعبة كتكون لا تكون فيها شي حاجة لداخل من الاحسن غسلوها كما كتشوفون بعد ما غسلتها را هكا تلسق ولاني مشي مشكل من الاحسن الحاجات تغسل صافي من بعد ما طاب الخالط الخضرات ديالنا طابت غادي نخليها هكا والبوطة غا تكون مهيلة على ما طابنا المقارنية واحد 15 دقيقة فوق فوق البوطة غادي تضيفوا الملحة حيط اصلا المقارنية راها ما فيها شخص كون باش تزيدوا الملحة على حسب المقارنية حيط انا ضفتها جاتني بالسوسة زدت لها الملحة صافي نخليها فوق البوطة شفتوا لما فيها سوف يكون كتير كما كتشوفوا حيط مازال زيد تشرب كما كنا عارفوا المعجانات كي شربوا السوائل صافي غا تبقى 1-15 دقيقة لما طابنا المقارنية ديالنا فوق البوطة مع التحرك ضروري باش ما تلسقلكمش هيا بدك يدخلها الطياب كما كتشوفو تنفخات وشربات داك داك لاصوس شرباتها كتجي في الماداق رائعة ونغيرو شوية على على المعتاد كما كنصابوها بالصوص ديال ما طيشة هيا دابا المقارنية وجدات فيها الخضراء فيها كل شي بايتو تديروها بالكفتة بالحوت باللي متوفر عندكم عادي جي رائعة الحوت ستضيفوه هو اللخر مع المقارنية حيط غيك يطيب هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي ديال اليوم نتمنى هنا الاعجاب ديالكم وشكرا على تشجيع ديالكم والتعاليق ديالكم ولا عجبتكم الوصفة بارتجيوها مع الاصدقاء ديالكم الى وصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة